ايش مشكلة الستارتنج في الاندكشن موتور؟ لو انا اجيت على الاندكشن موتور جبت ثري فيز سطلاي حطيت كونتاكتر وشبكت هون هيك مباشرة هاي هو ميكانيكيان طبعا مشكوه مع شيء تحرك ميكانيكيان شو مشكلة اي الدائم؟ يعجبت السويتش وسكرت الثري فيز ايش المشكلة اساسية في هاي الستارتنج موتود؟ ايش بصير عندي؟ بعندي او هاي هي المشكلة الاساسية هاي احد المشاكل الاساسية رح يمر عندي كارنت عالة انه في البداية ما بتحرك اذا هاي مشكلة هذا الكارنت عالة شو مشكلة؟ ايش مشكلة ان اسحب كارنت عالة؟ لفترة مما ينزلي كمان ليش المشكلة؟ في مشكلة تانية كمان شو المشكلة انت فجأة اسحب الكارنت عالي من السبلاي؟ مش السبلاي هذا الو مش فيه الو رح يصير فيه فرح تلاقي كل الالكتريسيتي تبعة المنطقة نزلت لاني عم بس حب كارنت عالي ولو عم بس حب كارنت عالي شو هون فيه بيني وبين الشركة رح تلاقي فرح تلاقي حبط لفترة المشكلة التانية كمان انه بصير في عندي شوك لما محرك انت تيجي فيه كيف رح يبدأ؟ بصي شوك شديد رح يصير لهذا اذا حتى نخفف من هاي الاشياء شو نقدر نعمل؟ ايش احد الطرق بعض الطرق الممكنة اني عمل ممكن عمل ايش نعمل؟ طبع احد الطرق هي ستار دلتا ستار دلتا ستار تي هاي منتبع كثير كنتشري جدا عفا اضل عمل ستار دلتا ستار تي بابدأ المحرك بستار وبعد ما يبدأ ويتحرك شوية بحوله للدلتا خليه نشوف يعني المحرك هون تكون هو وتكون طبعا طالع الست اسلاح من المحرك هدول بنسميهم ويو بابدأ اكس واي مش هدول تلات بطلعوا شو طالع منهم؟ طالع ست اسلاح مش تلات اسلاح يعني شو اعطاني الخيار؟ اعطاني انه اطلع الست اسلاح فلما باجي باطلع على صندوق الكونيكشن بلاقي فيه ست تيرنالز. الست تيرنالز تدول كيف هم كان اشغلوا هادا بستار شو بعمل؟ لو بد اشغل هادا بستار شو بعمل فيه؟ بوصل اكس مع واي مع زت مزبوت؟ وين بحط يو في و دابلو طب لو بد اشغله دلتا كيف بوصل؟ يو في دابلو لا كيف بدي اوصل لو بد اشغله دلتا؟ يو في دابلو بداية معاني هاي ايسان شو بعمل؟ باخد ال اكس وبوصلها معي في و باخد ال واي و بوصلها معي ال دابلو و باخد الزب وبوصلها معي بوصل اللي عملتها مزبوتة و بعد اما جين هادا هون وهادا هون هادا هون اه هيك مصبوت يعني بتصير عندي بهذا الشكل هيتوصلت للدلتا باخد افترض هذا يو وهذا في وهذا دابلو بس كمان هذا الطرف اليو هو ال اكس هو نفسه ال اكس فبحط ال اكس مع ال في زي معنا احنا هون مصبوط هاي اكس مع في وبعدين باخد ال في هذا الطرف التاني شو كان مع ال دابلو مع ال دابلو باخدها مع ال وي باخدها مع ال دابلو عفوا وبعدين ال يو اه الطرف التاني للدابلو هو زد فهذا مع هاد مع هاد ازا بديك تحط دوت كومبنشن وهذا عيني هاي دوت هاي دوت هاي دوت هاي دوت هاي دوبو طيب شو اختلف شو الاختلاف الاساسي بين الوصلتين هدول هلا باخد هون راح احط ار اس تي وهون راح احط ار اس تي شو راح اختلف بين اتنين الولتج اختلف مش هيك الولتج هادا الولتج ايش هو مزبوط اللي هو متلا ازا كان عندي الفيز بولتج بيساوي ميتين واربعين فولت او ميتين وثلاثين راح اكون الولتج شو بيساوي ايش لو ملاقع بين الولتج والخيز جبر التلاتة ازا جبر التلاتة في ميتين وثلاثين اللي هو تقريبا اربع ميت فولتج الولتج بين لقطة هاي بلقطة هاي قديش اربعة تلو بين هاي وهاي وبين هاي وهاي طيب ميش هتطلع اخر الفولتج بين هاي وهاي قديش لا لا بطلع رو اس لسه نفسها ازا هون اديش جاي عالكويل هادا هاي جاي هاي جاي اربع ميتين طيب هون هاي كلها ديش عايش اوزعت اربع ميتين هون هون بس هدا لانه ما بتناسموصها شو بسير هون بطلع عندي هون بيش هون بيش عندي نزبوط طب ليش ما بجمع زايد بي فيز بحطيني اتنين لانهم فايزرز مشنين ازا رح يكاول واحد ازا الفولتج قديش نزل على كل كويل بنسبة قديش كل كويل بل هون اخديش هون اخد الفيز فولتج ازا واحد على بحالة ازا الفي تبع كل كويل من الكويلز بساوي واحد عجدر الثلاثة بحالة هاي بحالة وبحالة النلثة الفي كويل بساوي فول واحد عكس ازا الفولتج نزلته بمقدار واحد عجدر الثلاثة التورك بتناسب ما مربطة عالفولتج ازا التورك رح ينزل بمقدار قديش تولت ازا هون التورك رح يساوي واحد على التورك اللي موجوده طيب بس أنا لما نزلت على الكويل ايش رح ينزي انزل بعيد ايش رح ينطف معي كرن فرحكون الكرن اقل بس الثمن اللي دافعته ليش عندي التورك كمان اقل التورك نزل بمقيمة التورك فازا عندي سبيد توركير مع فكرة ازا كان هنا عندي سبيد توركير فنزلت الفولتج مقدار واحد ع ثلاثة جدر الثلاثة التورك رح ينزل مقدار قديش تورك فهاي رح تكون تقريبا تلتهاي. شكل كر نخصو. بس هاي مقارنة بهاي رح تكون معها تلاتة. فالتورك بتزيل. هل اذا ما عندي مشكلة هاي ريحة بحلت المشكلة. من اين احياء حلت المشكلة? خففة الكرنت. خففة الكرنت. بقيمة تقريبا واحد عجلل. اصلا بتصير واحد عجلل تلاتة. بس التورك بتزيل عندي بمقدار واحد عجلل تلاتة. شو موجود عندك لو رحت على السوق او انت بدك تبني بامكانك انت تبني ستار دلتا ستار. بدك ايش بها? بدك كونتاكترات. بدك كونتاكترين. وبدك تايمر. اخدتوا التايمر بال PLC. مش اخدتوا تايمرات. ممكن ابني تايمر. ممكن ابني كونتاكتر. يوصل اول شي يوصل بشكل لهاي ستار وبعدين بيحولها الى دلتا. قديش تقريبا بدي وقت ما بين اتنين? حوالي ثلاثة اربع ثوان. فبتلاقي معهم هتقول لما بيشتغلوا بيشتغل اول اش ستار. بيبدأ المحرك يتحرك. بس تزيد سرعة محرك شوية بكونوا معايرين التايمر بحيث ان يحولها. فبتسمع صوت المحرك. تسمع صوت الكونتاكترات. تحركت. فهاي احد طرف تغفير.